نناقش الامتحان الذي قاموا بتأديته الطلاب هي عبارة عن خمسة أسئلة بالمناسبة هذه أمامكم نقرأها وأيضا نناقشها وأيضا نضع الإجابات يعني أعطيكم الإجابات فالسؤال الأول هنا اختار جواب واحد فقط لتغيير ظروفك إلى الأفضل الأحسن فالشيء الرئيسي الذي يجب أن تلاحظه في صلاتك العلمية عندما تطبقها لتحقيق هدف معين إنك وأنت تصل الصالة العلمية هذا الاختيار الأول وأنت تصل الصالة العلمية تتمنى وترغب أن الطاقة الكونية الإلهي يستجيب لصلاتك أو تختار وأنت تصل الصالة العلمية تترك الأمور إلى الطاقة الكونية لإله أن يقرر هل يحقق لك الهدف أم لا والاختيار الثالث وأنت تصل الصالة العلمية تطلب من الطاقة الكونية أرشادك إلى خطط أخرى لأنك تعتقد وتشعر أن الهدف ممكن أنه لا يتحقق والاختيار الرابع أكبر هذا أحاول أفضل أحسن هيكي تشاهدون الآن؟ أفضل هيكي واضح أستاذ والاختيار الرابع وأنت تصل الصلاة العلمية ترى أنك تستلم أي تعيش الهدف الذي تريد تحقيقه وتؤمن باستلامه يحدث في حياتك في العالم المادي فهذا السؤال جدا سهل يعني هو موجود من ضمن الكتاب حقيقة كتاب قوتك الغير منظورة فبالنسبة للصلاة العلمية يعني تلاحظ في صلاةك العلمية عندما تطبيقها الجواب الصلاة هو هذا الرابع لأن الصلاة العلمية هي تحرر الإنسان رجوع الإنسان إلى حقيقته وفي الحقيقة يعني هيكي الحقيقة أنه ما فيه زمن ومسافة فهو يستلم يستلم يعيش الهدف ويؤمن أنه الهدف يعيشه أو مستلمه هيكي يحدث في حياته وفي العالم المادي فهو الاختيار الرابع هو مش الأول يعني أنت تصل الصلاة العلمية تتمنى وترغب أن الطاقة الكونية ما بيصير هذا ولا الثاني ولا الثاني فالاختيار الصحيح هو الرابع السؤال الثاني بيقول نحن لازم نختار قواب واحد فقط بيقول كل الأشياء أصلها تأسيسها وبناؤها موجودة في الاختيار الأول أحاسيسنا ومشاعرنا وأفكارنا الاختيار الثاني العقل الكوني الاختيار الثالث العالم المادي الاختيار الرابع ظروفنا المادية وخطتنا بالنسبة لإجابة السؤال دا طبعا شيء طبيعي أنه الإجابة هي العقل الكوني أنه كل الأشياء يعني أصلها وتأسيسها موجودة في الغير منظور اللي هو العقلي الكوني صح جدا فهو الاختيار الثاني وهذا أيضا موجود في الكتاب يعني أساسا أو معروف في علوم المتافيزيكس وهو السؤال الأول والثاني السؤال الأول والثاني يعني سؤالين الطالب مباشرة يستطيع أن يجيب مباشرة يعني لو قاري الكتاب أو يعرف أساسيات علوم المتافيزيكس فهذا يعني السؤال الأول والثاني هو من أساسيات علوم المتافيزيكس فهو يحصل على عشرين درجة بالمناسبة كل سؤال عشرين والاجتياز أنك تجيب أربعة أسئلة من خمسة يعني تحصل على ثمانين درجة فهو يعني الطالب عندما يقرأ الكتاب فهو السؤال الأول والثاني مباشرة يعني يحصل على أربعين بسيطة جداً هذه الأول والثاني أنا أعتقد السؤال الثالث ممكن بعض الطلاب احتاروا فيه ممكن تقرأيه وتناقشيه من فضلك إذا أمكن هاتم أستاذ السؤال الثالث بيقول أنه يعني لازم نختار جواب واحد أو أكثر أو الكل بيقول أنه فيه شخص تاه في الصحراء ومعندوش أي وصيلة اتصال فإيه اللي يعملوا من خلال مبادئ علوم الميتافيزيك عشان يوصل للمدينة بتاعته الاختيار الأول يقوم بالنظر إلى الصحراء أنها جزء من الكون وأن مدينته قريبة من هذه الصحراء وهو راجع إليها يعني إلى مدينته الاختيار الثاني فقط بالفضلك ممكن فقط اسمحي لي فالاختيار الأول يجب أن يكون صح لأن أنا هو وجدت بعض يعني بعض الطلاب أعتقد ممكن كانوا محتارين فيها فهو الأول يجب أن يكون صح بس يعني أقصد أنت تقولين وممكن أيضا أن نجيب عنه لأن هي كثيرة شوي فالأول هو جزء لحظه نقرأه يقوم بالنظر إلى الصحراء أنها جزء من الكون هو ما عنده أي وسيلة اتصال هو تائه هيك نقول ضاعتها في الصحراء فمن مبادئ علوم الميتافيزيك ماذا يعمل أي أقصد كيف يفعل الطاقة الطاقة الكونية من أجل أن يصل إلى مدينته فبالطبع الأول جدا صحيح هو يقوم بالنظر إلى الصحراء يراها أنها جزء من الكون وأن مدينته قريبة من هذه الصحراء وهو لاحظوا هذا وهو هذا يبنيه البنان الجال وهو راجع إلى مدينته فهذا يجب أن يكون هذا الاختيار الأول ننقر عليه نعم استمر يا عزيزتي الاختيار الثاني يقوم بالنظر إلى الصحراء أنها ضوء كوني متصلة هذه الصحراء روحيا بمدينته وأن الصحراء عبارة عن الطريق الذي يقوم بإرشاده إلى مدينته برضو الاختيار الثاني هو صح ليه صح؟ ماذا تعتقدين؟ لأنه نفس الأول يعني أن الصحراء فعلا هي ضوء كوني متصلة بالمدينة بتاعته يعني وفي نفس الوقت هو عامل بناء إيجابي أنه هيوصل للمدينة بتاعته من خلال الصحراء باعتبارها الطريق اللي هيرشده للمدينة فهو بدلاً أنه يقول أنا في صحراء وضعت وتهت فهو يبني البنان الجال ويقول أن الصحراء عبارة عن الطريق يعني الصحراء هي التي سوف تقوم بإرشادي هذا كثير مهم هذه العبارة يعني الصحراء أصبحت روح الكون فهي تساعده في حين في المادة الإنسان يفصل يقول هذه الصحراء هذا جبل فمش هيك في أقصد في علوم المتافيزيكس الاتحادية أن الصحراء هي روح الكون فالصحراء هي تساعده تلاحظون؟ عبارة عن الطريق الذي يقوم بإرشادي إلى مدينتي فهذا أيضاً صح الاختيار الثالث بيقول يسأل العقل الكوني أن يفهم لماذا حدث له هذا وكيف سوف يتصرف هنا الاختيار الثالث مش صح لأنه مش هيفيده يعني أنه يسأل العقل الكوني التصرف ده ناجم من الوعي المادي المادي نعم فهذا غير صحيح اختياري يعني هو مش من مبادئ علوم المتافيزيكس هو جاي من الوعي المادي يعني هو في الصحراء مش حيحتاري يقول ليه هنا أنا هيكي ويبدأ وممكن تذكر الماضي ويحزن على الماضي ويقول ليه يا إلهي عملت فيه كذا أنا عامل إيه مصح هذا من مبدئ المتافيزيكس نعم الاختيار الرابع بيقول يبني البناء الإيجابي أنه في مدينته طبعا ده صح هذا صح هذا مركز علوم المتافيزيكس حقيقة نعم الاختيار الخامس يطبق الصلاة العلمية التالية ويقول عقلي هو مركز العمليات الإلهية والكون العظيم يملؤني بالفرص العظيمة وأنا أعيش في كون اتحادي طبيعته المحبة والخير الأبدي طبعا ده صح جدا لأنه الصلاة العلمية برضو من مبادئ علوم المتافيزيكس وبرضو موجودة في الكتاب بتاع قوتك الغير منظورة نعم وأنتم ركزوا على السطر يعني السطر ماذا يقول عقلي هو مركز العمليات الإلهية والكون العظيم يملؤني بالفرص العظيمة وأنا أعيش في كون اتحادي طبيعته المحبة والخير الأبدي فهذه الطاقة جدا قوية وفعلا يعني الشخص يصل إلى مدينتي فعلا عن طريق يعني هذه الصلاة فهذا أيضا صح الاختيار السادس يبارك الصحراء ويبارك ظروفه هناك طبعا ده برضو صح لأنه بالمبركة بتاعته ممكن يكون يفتح الظروف في الصحراء مثلا يعني فهي البركات البركات مهمة جدا في أي ظروف نحن نبارك حياتنا نعم هذا جدا صح كمان الاختيار اللي بعده صح يبارك الصحراء ويبارك مدينته بري بود هذا صح والاختيار الأخير يبارك حياته عموما مهم جدا أيضا نعم فإذا الاختيار الغير الصح فقط هو هذا البقية كلها الصحيحة فقط هو هذا أنه يزهي العقل كوني أن يفهم لماذا حدث له هذا وكيف سوف يتصل وهذا ليس صحيح صح لأنه زي ما بنقول في الوعي المادي يعني البكاء على اللبن المسكوب يعني بدل ما يشوف هو الحل هو أعادي يبكي على الحصل ده مش هيفيده بحقه طيب السؤال الرابع هذا السؤال هو اللي وجدت أنه الطلاب لم يجيبوا عليه ما شوف الطالب أجاب عليه يعني حقيقة وهذا السؤال جدا مهم يعني الطلاب هم حصلوا على يعني الطلاب عندنا اجتازوا الامتحان حصلوا على ثمانون يعني أجابوا على أربعة قسم من الطلاب لكن أنا وجدت أنه هو هذا السؤال لم يجيب طالب يجيبه بصورة صحية فممكن تقرأي من فضلك؟ السؤال الرابع بيقول اختار جواب واحد فقط يعني شخص لديه هدف يريد تحقيقه هذا الشخص مطلع وباحث متعمق في علوم الميتافيزيكس وفي علوم تحقيق الأهداف أيضا يحدث له ضرف فجائي ويحتاج ضروريا الحصول على مبلغ خمسة آلاف دولار يطبق علوم تحقيق الأهداف بتسرع من أجل الحصول على المبلغ متى يحصل على هدفه؟ يعني الشخص ده هل هيحصل على الهدف بتاعه؟ بعد يوم واحد أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر أو لا يحصل على الهدف هنا تفضلي عزيزتي كنت أقول إن الشخص ده بيطبق يعني بتسرع يعني بيطبق علوم تحقيق الأهداف بتسرع نعم نقرأ السؤال يعني أقصد أريد أن نوضح السؤال إنه نركز على السؤال إنه هو شخص متعمق بالميتافيزيكس هذا مهم يعني نركز إنه الشخص هو باحث عارف متعمق في علوم الميتافيزيكس وأيضا في علوم تحقيق الأهداف وفجأة يحدث له ظروف طارئ يحتاج ضروريا الحصول على مبلغ خمسة آلاف دولار فيطبق علوم تحقيق الأهداف بتسرع بتسرع يحتاج كثيرا ومتسرع فمتى يحصل على المبلغ وهذه عندكم الأيام أو الأيام والأشهر والأسابيع فأنا أكرر لم أجد طالب يجيب صحيح لأن الأغلب أعتقد الأغلب كتب أو الكل ممكن ممكن الكل لا يحصل على الهدف هذا الجواب خطأ هو يحصل على الهدف شما يحصل؟ لكن بتسرعه بتسرعه فهو يحصل على الهدف في آخر اختيار يعني لو كان هناك بعد ستة أشهر يعني الاختيار هو يكون ستة أشهر لكن أقصد هنا في هذا في هذا السؤال آخر اختيار هو هذا الذي يحصل على المبلغ بعد ثلاثة أشهر آخر شيء بسبب التسرع أريد أن نوضح شيء أنتم لا تعتقدون يعني أنه الشخص لأنه تسرع ما يحصل على الهدف مش هيكي كل الجنس البشري وحتى الروحانيين عندما يطبقون علوم تحقيق الهدف موجودة عندهم مخاوف نعم هكذا وإرباكات وتسرع مش معناها أنه لا يحقق الهدف لكن ممكن يتأخر فنحن نريد أن نعرف يعني هو هذا غاية السؤال هل الطالب يستطيع أن يميز هذا شيء مهم أقصد يستطيع أن يعرف أنه حتى بوجود التسرع وبوجود الخوف مش أنه لا يحصل على الهدف هو يحصل لكن بتأخر فلأنه متسرع لكن بلس هو بتسرعي هو متعمق متعمق وعارف علوم المتافز يعني يهد صاتي العلمية وطبق صاتي العلمية يعرف ما معنى البناء الإيجابي دارس متعمق فهو يحصل على الهدف لكن متأخر فتختارون آخر يعني آخر الموجود من الاختيارات أقصد مش اليوم الأول ولا الأسبوع الأول ولا الشهر الأول ولا بعشرين ثلاثة أشهر لو في السؤال يأتيكم مثلا سؤال آخر والشخص لم يدرس المتافزيكس ما عارف المتافزيكس هيك نقول مثلا يعيش حالة مادية يعني يعيش حالة مادية صعبة وعنده قلق ويحتاج خمسة آلاف دولار مثلا يعني يعني هو مش متخصص مش دارس لا يعرف يعني علوم المتافزيكس مبادئ المتافزيكس مش متخصص ومتسر فنعم ممكن نقول إنه لا يحصل على الهدف لكن في هذا السؤال بالذات الشخص هو متعمق في علوم المتافزيكس فهو يحصل على الهدف لأن أنا وجدت والطلاب اختاروا لا يحصل على الهدف لا هو يحصل لكن متأخر بعد ثلاثة أشهر فهذا هو الجواب الصحيح بعد ثلاثة أشهر يا عزيزتي السؤال الأخير بيقول معلم في علوم المتافزيكس يأتيه شخص عادي ثقافته ليست روحية يريد أن يتعلم بعض المبادئ في علوم المتافزيكس من هذا المعلم ما هو أهم درس أو الدروس التي يقوم بتعليمها هذا المعلم إلى هذا الشخص طبعاً نختار جواب واحد أو أكثر أو الكل فالاختيار الأول يقول له حقيقتك فأنت طاقة ضوئية وأنت جزء من الضوء الكوني ماذا تقولين حاول هذا؟ هذا جداً صح هذا مبدأ من علوم الاتحادية وعلوم المتافزيكس صح الاختيار الثاني يقول له أنت والرب واحد طبعاً صح صح بردو من مبادئ علوم المتافزيكس يقول له أنت أكوان من الفرص الأبدية طبعاً صح أيضاً صحيحة يقول له عقلك من عقل الرب أيضاً صحيحة يقول له أنت الرب بردو صح يقول له أنت الرب صحيحة بردو نعم يقول له حياتك من حياة الرب صحيحة أيضاً جداً صحيحة نعم آخر اختيار يقول له أنت كائن أبدي طبعاً صح طيب أنت لماذا اخترت كلها صح لأن كلها شخص يسأل نعم لأن كلها يعني يعني من لب العلوم أو مبادئ علوم المتافزيكس كلها نفس المعنى هي كلها تشير إلى أن الإنسان أبدي صح قوة أبدية أنه هو والرب واحد وهو الراب وهو عقله من عقل الراب وحياته من حياة الراب فهذه كلها في الأبدية فهذه هي أبدية الإنسان وهي هذه مبادئ علوم المتافزيكس فهي كلها صحيحة تلاحظون شباب فهذه الأجوة مرة أخرى فقط نكرر يعني فالسؤال الأول الاختيار الأخير هو صحيح والسؤال الثاني الاختيار الثاني العقل الكوني هذا السؤال الثاني والسؤال الثالث كلها الاختيارات كلها صحيحة ما عدا هذا مصحح يسأل العقل الكوني أن يفهم لماذا حدث له هذا وكيف سوف يتصرف هذا مصحح والرابع كما قلنا بعد ثلاثة أشهر والسؤال الخامس كل الاختيارات لأن هذه مبادئ أساسية في علوم المتافزيكس فكلها صحيحة كلها أساسية ضرورية واضح فلان يعمل سبمت كله لاحظه يحصل الطالب ممكن يعني اجتاز الامتحان ترجمة نانسي قنقر